إن المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق مالي دون إبطاء أولاً الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط ثانياً وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القصري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم ثالثاً اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليتي لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني رابعاً ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال خامساً التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سادساً إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر